السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأعزائي محبي ومتابعي عالم الفلك والأبراج والأرقام تحية مني عبير عامر لحضرتكم النهاردة الفيديو مع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي بتقول أربع أبراج فلكية تستقبل سعادة وأفراح وإنجازات وفرص زهبية والبرج ده هيحقق حلم حياته جاكلين عقيقي خبيرة من خبراء علم الفلك والأبراج اللبنانيين توقعت أن في حظ مميز في الفترة دية وفقا لكلامها لبعض الأبراج وهتساعدهم وتجيهم نصائح ورشادات عشان يتخذوا قرارات سليمة في مختلف نواحي حياتهم الأيام القادمة في فرص زهبية لأصحاب برج الحوت هيجد نفسهم على وشك تحقيق بعض من الأحلام الكبيرة وتحولها إلى حقيقة ملموسة كمان من الممكن في الأيام القادمة والشهور القادمة الوصول للنجاح ويحقق غايته في الوصول للنجاح لكن علي أنه يبذل جهود مكثفة لتحقيق ذلك لأن النجاح لا يأتي بسهولة أبدا ممكن تلقى مكالمات هاتفية في الفترة اللي جاية أو رسائل تحمل أخبار سرة وغير متوقعة ربما تكون هذه الأخبار بداية لتغيرات جديدة في حياته الشخصية أو المهنية حاول أن تكون مستعد لاستقبال كل ما هو جديد واختنم الفرص المتاحة البرج الثاني معنا هو برج الثور أنت في قمة الزكاء والحكمة خاصة في المسائل المالية تحظى بفرص ذهبية للدخول في مناقشات تتعلق بالأموال والاستثمارات وممكن يكون عندك ميل للتعامق في هذه المواضيع والبحث عن فرص لزيادة دخلك قد تدور المحادثات حول مشاريع عمل جديدة أو أفكار مبتكرة في مجال التكنولوجيا يمكن أن تفتح أمامك أبواب غير متوقعة كن مستعد لاستغلال هذه الفرص بحكمة تذكر أن الاستثمار في الأفكار الجديدة قد يكون السبيل الأفضل لتعزيز دخلك برج الثالث معنا الجوزاء أصحاب برج الجوزاء هستمروا في أسير قدما دون السماح للعقابات البسيطة بعرقلة طريقهم نحو النجاح لا تدعوا التفاصيل الصغيرة تعيق تقدمكم وكونوا حذرين من التورط في مشاريع غير مجدية أو بعيدة عن اهتماماتكم الحقيقية لا أفضل أن تبحثوا عن فرص جديدة تتناسب مع تموحاتكم لكن أحذروا من التصرع أو اتخاذ قرارات متهورة التخطيط الجيد هو مفتاح النجاح فحرسه على دراسة كل خطوة قبل اتخاذها البرج الرابع معنا العقرب العقرب الأيام القادمة بتحملك العديد من الإنجازات هتجد أن أعمالك بتصيره في قلمة تخطط له ممكن تواجه التحديات جديدة تطلب منك استغلال كل طقتك ومهارضك من المحتمل أن تخد مفاوضات مهمة على الصعيد المهني قد تؤدي إلى تأمين صفقة رابحة أو التوصل إلى اتفاقية تصب في صالحك لكن احرس على الهتمام بصحتك قد تشعر ببعض الإرهاق أو الصدع نتيجة الضغط اللي بتوجهه لذلك حاول أن تاخد فترات من الراحة والاعتناء بنفسك